إذن إن شاء الله سيكون في تراجع في درجات الحرارة الدنيا على أغلب المناطق الشمالية خاصة الولايات الداخلية وحتى السواحل الوطنية مع وضعية جوية دائما مشمسة ومستقرة رابعية بامتياز زرحة سلوية إن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة على أغلب ولاية الوطن مع دائما تشكل الضباب الكتيف خلال الصباحة على السواحل الوطنية ويرتقب كذلك يكون في تساقط بعض القطرات من الأمطار الخفيفة تماما خلال يوم الغد التلتاء على مشرية وكذلك فيما يخص ولاية بشار لكن على الأموم الأجوة ستكون رابعية بامتياز خلال الأيام القليلة المقبلة وهذا فيما يخص أغلب ولاية الوطن أما توقعات درجات الحرارة الدنيا وكذلك القصوى إن شاء الله فكما نلاحظه إن شاء الله ستكون الدنيا منخفضة على أغلب المناطق الشمالية وتحديدا الولايات الداخلية وبالخصوص على كل من ولاية باتنا خنشلة قسنطينة سطيف أم البواقي وبرج بوعريج حتى بأم البواقي إذن ستقارب إن شاء الله بين درجتين إلى أربع درجات فقط خلال الفترة المسائية والصباحية عين الدفلة كذلك ستقارب الأربع درجات فقط كل من النعام والبيت ستصل حتى الدرجتين فقط إن شاء الله على السواحل الوطنية ستتراوح بين حوالي خمسة إلى سبع درجات أما القصوى المسجلة خلال الظاهرة تحديدا خلال الظاهرة اليوم فستقارب إن شاء الله كأعلى مقياس 28 درجة بشلف غليزان سيدي بالعباس مع سكر واتلمسان حتى ببوسعادة والمسيلة الجزائر العاصمة في حدود 21 درجة عن نابا جيجل سكيكدا وبجايا ستصل إلى حوالي 22 درجة قلمة والسقهراز في حدود 25 درجة قسنطينة وأم البواقي ستصل إن شاء الله إلى حوالي 22 درجة حتى ببثنة وخنشلة تيزي وزو في حدود إن شاء الله 25 درجة والأغواط حتى ببسكرا ستقارب في حدود 28 درجة الولايات الجنوبية أكيد كأعلى مقياس ببرجباجي مختار وإنجزان ستقارب أو تتعدى 39 درجة إن صالح إليزي جانات إناميناس في حدود 35 درجة تمنرا ستصل إلى 34 درجة بشار بني عباس نحو ولاية تندوف وكذلك بعين الصفرة بين حوالي 28 إلى 30 درجة ونفس المقياس على غردايا زلفانة المنيعة الوادي ولمغير الرياح إن شاء الله نوعا ما ستكون قوية خاصة على السواحل الغربية وكذلك الشرقية وبالتالي البحر سيكون مضطرب وأحيانا هائج على السواحل الغربية الرياح قد تصل إلى 50 كم في الساعة رؤية متوسطة علو الأمواج يتروح إن شاء الله بين أقل من المتر إلى المترين وهذا تقريبا على أغلب السواحل الوطنية ويبقى البحر دائما من هذا إلى قليل الاثتراب خلال الأيام القليلة المقبلة على طول الشريط الساحلي إذن مشاهدين كانت هذه توقعات الوضايا الجمدية المرتقبة خلال الساعات القليلة المقبلة بإذن الله أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة إليك بلال بزيل الشكر لك هنا